السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغتي الجميلة أيضا أرحب بالطلاب وطالبات المنضمين إلينا من فئة الصم وضعاف السمع في درسنا هذا سوف ننهي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى إثراءات حول ما درسناه في هذه الوحدة الوحدة الأولى في الفصل الدراسي الأول في مادتنا لغتي الجميلة للصف الخامس الابتدائي معي في لغة الإشارة الزميلة للسادة يسرى الشهري لترجمة درسنا بلغة الإشارة بارك الله فيكم إذن نحن في الإثراء الخامس وسوف نتحدث اليوم عن تقديم عرض شفهي سردي لقصصي أيضا إغناء الرصيد اللغوي واستعماله في تواصل الشفهي برك الله فيكم هذا ما سوف نتحدث عنه وهذه هي الأهداف التي سوف نحصل عليها بنهاية درسنا وقبل أن نتحدث عن العرض الشفهي نستذكر بعض العناصر الأساسية التي تساعدني على طريقة إلقائي لأي قصة بأسلوب شفهي أو سردي أولا عناصر القصة وهي المكان والزمان تحدثنا عنها الشخصيات أيضا الأحداث والعقدة وأخيرا الحل هذه عناصر الأساسية التي يجب أن تكون متواجدة في أي قصة لدينا تحدثنا عنها في درس سابق كي أستطيع أن أفهم وأتمكن من فهم القصة ثم أستطيع أن أسردها سوف أتعرف على أجزاء معينة من القصة هذه الأجزاء تساعدني على سرعة وصحة لساني في سرد القصة هنا أيها الأبطال تبنى القصة من عناصر خمس يمكن تحليلها بالإجابة عن الأسئلة التالية أستطيع بارك الله فيكم عند بناء أي قصة أن أحسنتم أن أستخدم هذه العناصر أو هذه الأسئلة الخمس أبدأ بماذا وسوف نتعرفها الآن وثم أيضا أستطيع بمن ومتى وأين ولماذا أستخدم هذه أدوات الاستفهام لبناية أي قصة كي أستطيع سردها فيما بعد نتعرف عليها بارك الله فيكم بشكل سريع ماذا للاستفتار عن مجموع الحوادث التي يؤلف الكاتب فيما بينها ويدخل من ضمنها المشكلة والحل من لتعيين الشخصيات؟ متى لتحديد زمن الأحداث؟ أين لتحديد مكان الأحداث؟ لماذا؟ لاستخلاص العبرة أو المغزى من القصة سبقا تحدثنا في درس سابق في نهاية الدرس استفدنا من القصة الخشبة أو خشبة المقترض والأمين أن هناك فائدة وهي الأمانة إذن بهذه الطريقة نستخلص العبرة أو المغزى من هذه القصة أنتقل وإياكم إلى إذا أردت أن أقرأ أي قصة يجب أن أتعرف على أشياء رئيسية في القصة وهي عنوان القصة واسم الكاتب واسم المجلة ورقم العدد أنت وأنت تبحثون عن أي قصة موجودة لديكم في مكتبة المدرسة أو عن طريق الشبكة العنقبوتية ثم تقوم بقراءتها كي تستطيع فيما بعد تلخيصها أو كتابتها ثم عرضها أمام زملائكم يجب أولا أن تضعوا هذه البطاقة والتي تتكون من أربعة أناصر عنوان القصة مثلا نضع العنوان الذي قرأنا عنه اسم الكاتب كاتب لهذه القصة أو المؤلف اسم المجلة التي اخترت منها أحسنتم القصة رقم العدد إذا كان هناك عدد سوف أكتب رقم العدد وأيضا أستطيع أن أضع تاريخ العدد بجانب الرقم أنتقل وإياكم الآن إلى عناصر القصة نستذكرها بشكل سريع للأهمية المكان والزمان والشخصيات والمشكلة والحل هذه عناصر القصة لكتابة عناصر القصة أتذكر خطوات الكتابة التي سبقا تعلمتها أبدأ كتابة القصة ولا أشغل بالي بالتصحيح الآن بعد قراءة أي قصة أيها الأبطال أوعيد كتابتها بطريقتي أنا بأسلوبي أنا كيف أكتب القصة أولا أخطأ ملائية أخطأ نحوية تقديم تأخير الأفكار لا بعث أهم نقطة أن تذكر القصة بطريقتك وبأسلوبك النقطة الثانية أراجع ما كتبت وأراعي تسلسل الأحداث أبدأ الآن أرتب أحسنتم الأحداث كما وردت معنا في القصة أيضا وضوح الأحداث أحيانا تكون هناك بعض الأحداث يجب أن تذكر لا أستثنيها من ذكر القصة ثالثا تصحيح الآن بعد أن رتبنا وذكرنا جميع الأحداث والأفكار نبدأ بتصحيح الأخطاء إن كان لدي أخطاء مثل القواعد النحوية أيضا الإملائية أيضا علامات الترقيم كما تعلمنا في دروس سابقة أستطيع الاستعانة بأهل الخبرة إما معلمي ومعلمتي أو زميني المتمكن أو ممكن عن طريق والدي ووالدتي في المنزل أستطيع تنفيذها متى شئت سواء في المدرسة أو في المنزل إذن هذه خطوات كتابة أي قصة أقرأها بعد كتابة القصة الآن نبدأ الآن بالتطبيق بارك الله فيكم بعد كتابة أي قصة سوف أقوم بسرد القصة أمام زملائي لسرد القصة أمام زملائي كما هو واضح أمامنا أقف أمام صفي إذن أبدأ بصفي أقف أمام صفي وأسرد القصة التي كتبتها بيودي أيها الأبطال قبل أن تقف أمام صفك أن تقوم بقراءة القصة أكثر من مرة كي تتعكدوا من صحة طريقة كتابتي وأنها تكون خالية من الأخطاء النحوية أو القواعد والإملاء وغيرها أيضا أراعي تسلسل الأحداث والأفكار أيضا الانطلاق في القراءة وعدم التردد أو الخجل أيضا توزيع النظر والتفاعل مع قراءة أو إلقاء القصة لدي نموذج موجود لدينا جميعا في الكتاب السبيل من هذا النموذج عند بداية سرد أي قصة مثلا أقول زملائي العزاء أيضا أنتم يا طالباتي تقولون زميلاتي العزيزات إلى آخره يسعدني أن أحكي لكم القصة التي قرأتها في مجلة العربي الصغير أستطيع تغيير هذا العنوان الذي بين الأقواس وأضع المجلة الذي أخترت منها القصة وعنوانها الآن أبدأ بذكرى العنوان ثم أبدأ بالقراءة إذن هذا هو العنوان سبقا قرأناه الجمال وحده لا يكفي سوف نقوم بطريقة الإلقاء فقط أو طريقة السرد أيها الأبطال أرجو منكم المتابعة الجمال وحده لا يكفي في أحد الأيام نظر الوعل إلى انعكاس صورته على صفحة ماء الجدول فأعجب أيما إعجاب بشكل قرنيه الذين يشبهان فروع الأشجار لكنه حين نظر إلى أرجله انزعج من منظرها وقال لماذا أرجو لي طويلة ورفيعة هكذا إنها كقضبان القصب التي تنمو على جوانب الأنهار وهو على هذه الحال وإذ بزمخرة نمر يهز الأرجاء استطاع الوعل رؤيته عن بعد بين الأشجار فأسرع الوعل وركض هاربا وسط الغابة المتشابكة الأشجار وكان يزعجه وهو يعدو قرناه لذاني كانا يضربان في جذوع الشجر وأغصانه فيما كانت أرجله سريعة تطارد الريحة ومكنته من النجاة بنفسه وأدرك أنه لولا الله ثم أرجله السريعة لهلك لذلك لام نفسه لإحتقاره إياها سابقا فيما كان إعجابه بقرنيه لم يفده شيئا إذ إن قرنيه كان العائق الكبير أثناء هربه ولو أنهما جميلان أقر في نفسه أخيرا بأن الجمال في أحيان كثيرة لا يكفي إذن أيها الأبطال بهذه الطريقة سردنا النص بودي أن قرأت لكم النص وتفاعلت مع النص أمامكم كي تطبقوا ولكن بإذن الله معلميكم يوجهونكم لكيفية التفاعل مع النص أثناء السرد إذن أيها الأبطال أريد منكم تطبيقها والتعود عليها سوف تفيدوني في أشياء كثيرة أولا مهارة التحدث أمام الناس أيضا مهارة القراءة بطلاقة أيضا اكتساب كلمات لغوية جميلة جديدة أستطيع أن أستخدمها في التعبير أخيرا أتعلم من التلخيص كيف استطعت أن ألخص قصة بسلوبي وبكتابتي إذن كان لدينا مهارتين وهما الكتابة بسلوبي ثم السرد بارك الله فيكم أيها الأبطال إلى هنا نكون قد أنهينا هذه الإثراءات حول الوحدة الأولى أرجو أن تكون شاملة لما درسنا عن الوحدة الأولى أخلاق وفضائل بارك الله فيكم أيها الأبطال وننتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في درس قادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته